تجاه تلكم بعد الفاصل كل السوشيال ميديا اليومين دول بتتكلم عن يحيى عبد الناصر يحيى عبد الناصر ولد عنده 11 سنة مش من القاهرة باقي الجميل لا ده هو من أحد المحافظات الساحلية من محافظة دمياط بالتحديد يحيى أصبت تفوق ونبوغ ملحوظ لفت نظر والدته ووالده ابتدوا يهتموا به ويدعموا ابتدى يعلق في المستوى بتاعه يحيى قاموا إنه هو يعمل اختبارات في الفيزياء في الكيميا في الأحياء في اللغة الإنجليزية لمدة أربع ساعات متواصلة وقدر يعدي فيها الولد بسم الله ما شاء الله اختبار معامل الزكاء بتاعه حصل فيه على السكور بتاعه الأعلى 10% كان هو متوسط الزكاء بتاعه فيه لأن والدته ووالده مهتمين به وبيدعموه وبيشجعوه قدم طلب والتماس للالتحاق بكلية العلوم جامعة زويل وافق عليه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العائل وفعلا قدر يحيى إنه هو يلطحك أو دلوقت في الإجراءات للالتحاق بكلية العلوم وهو عنده 11 سنة يحيى من دميات مش من القاهرة طفل صغير لفت نظر والده ووالدته اللي دعموه وقدروا يطلعوا منه حاجة حلوة وأتمنى إن بعد كذا سنة أقدر أقدمه عن طريق البرنامج بتاعنا ونقول زويل تاني ظهر بس المرة دي ظهر جوا مصر وكبر جوا مصر واتطور جوا مصر أكبر دليل على إن تطوير الطفل أو خل العالم بيبتدي من جوا الأسرة وبيبتدي من السن الصغيرة الأم بسم الله ما شاء الله عليها خدت بالها إن ابنها ذكي وإن هو يقدر يطلع قدرات من جواه كبيرة فبدأت تنميها وتساعده وتدور على السبل اللي تحقق له بيها إنها تحطه على أول الطريق عشان كده النهاردة بينورني الأستاذ ريمون ميشيل سابت أخصائي إرشاد نفسي وأسري أهلا بك أستاذ ريمون أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إيه رأيك في نموذج يحيان الحقيقة ده واحد من النموذج المشرفة جدا اللي أنا بعتز أن أنا أشوف في مصر عندنا نموذج بالشكل ده يمكن وأنا بطلع على الخبر ده مبارح يعني استوقفني كده نقطة أن أنا أحب أخلي كل أم تلاحظها إن معظم الأخبار اتكلمت على إن الأم لحظت إن في الولد في حاجة غريبة في نبوغ في تفوق فابتدت تحاول إن هي تقومه وترفعه علشان خاطره مش يعرف يعمل كده لوحده فراحت طبعا للحكومة المصرية راحت لمجلس الوزراء وتقدمت بطلبه طبعا القصة اللي احنا كلنا قرأناها وفي الآخر الطلب اتوافق عليه إن هو يدخل الجامعة بعد اختبارات الزكاء الكتير اللي عملها فطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت في بداية الحلقة أن إحنا عندنا عوامل مهم جدا لازم الإنسان يمر بيها علشان يوصل لمرحلة النجاح وأهم عامل من العوامل دي بنقول عليها العامل الأسري الدعم الأسري مهم جدا وعشان كده لما لقى ده اتحقق وأنا واثق إن إحنا عندنا في مصر في طلاب كتير في مرحلة النبوغ لكن للأسف إحنا الثقافة اللي عندنا إحنا محتاجين نطورها محتاجين نعدلها علشان نشوف مليون يحية في مصر يعني كده الكورة في ملعب الأسرة مش في ملعب المدرسة والمفروض الأسرة هي اللي تقدر تلاحظ أكتر من المدرسة بق كمان هو الأسرة هي المؤسس الأول للطفل ممكن تكون المدرسة من الناحية التعليمية لكن من الناحية التربوية ومن الناحية الأخلاقية ومن ناحية التدريب والملاحظة بتكون من ناحية الجنب الأسري أكتر من نهاية تكون من المدرسة فالذي إحنا بنقول هي المؤسسة الأولى لنجاح أي إنسان هي المنزل طيب إيه دور الأم والأب في أنهم يقدموا دعم نفسي لابنهم يعني أنا إزاي أعمل دعم نفسي لابني أو بنتي لو إحنا هنيجي نقسم بس يعني الفترة اللي هنقدم فيها الدعم النفسي هنلاقيها بتختلف من مرحلة لمرحلة يعني أنا وأنا بقدم دعم نفسي لابني لسه في مرحلة الرودة أو في مرحلة الحضانة غير الدعم اللي هقدموا ليه هو في مرحلة ابتدائي غير وهو في مرحلة المراقة في بداية عمر الطفل دايما أول احتياج نفسي هو بيبقى عايز يشوفه طول الوقت هو الإحساس بالأمان والإحساس بالأمان ده المصدر الأول ليه هو الأم حتى نلاقي كده كلمة أم لو حطنا لها ألف ونون بقت أمان نربطها بالنقطة دي أي طفل في بداية مرحلة عمره الأولى يعني أنا هخصص أول سنتين عشان يعني نبتدي نفصل للناس إيه الاحتياج النفسي داخل الأسرة لأولدنا الطفل في أول سنتين بيبقى عنده حاجة اسمها احتياج للتعلق احتياج للتعلق العاطفي الأم لو شبعت ده للولد بتشبعه له أولا بالتلامس الجسدي بالمناغة بالاحتضام بالقبولات الطفل بيحس أنه هو في دايرة الأمان محبوب محبوب فده بيبتدي وبرضه يعني فيه نقطة أنا بأكد لأولياء الأمور عليها أن الطفل مش بيطلب ده الطفل مش حيجي يقول أنا محتاج ده في المرحلة دي ده دورنا أن احنا نتعلم زي أولياء أمور كتير قوي ما بتتعلم وبتوصل لولادهم ببر الأمان فاحنا في المرحلة الأولى أو بنقول من مرحلة الولادة لمرحلة أو العمر السنتين هو بيحتاج للتعلق النفسي وأن الطفل مش عبارة عن مخاب ده ولا لعبة ممكن نتنرفز عليها لا ده فاهم الريأكشنات والحاجات اللي أنا بقولها له ده كمان بيحصل من مرحلة وهو جنين وهو جنين الجنين بيحس بمشاعر الأم عشان كده نلاقي في يعني في علم الجينات يقولوننا كده أن حتى المولود ما تولدش صفحة بيضة ده في حاجة اسمها موروسات الموروسات دي هي استعداد وراسي أن لو الأم عصبية كانت في مرحلة الحملة عصبية الولد فيه احتمالية كبيرة أن هو يكون مولود عصبية لو الأم كانت هادية كانت كلامها إيجابي الولد فيه احتمالية كبيرة جدا أن هو يكون عنده الاستعداد الجيني ده أن هو يكون كده عشان كده بنهتم بالتربية من مرحلة الحملة طب كبر شوية وبدأ يدخل مرحلة نقول المدرسة اللي هي فرحلة الابتدائي هتعامل معها زي وخاصة أنه في الوقت ده بيبقى مش عايز يذاكر مش عايز يصحة بدري مش عايز يأكل السانتوشات بتاعته لا هو عايز يأكل حاجات فاستفود وشيء طبيعي أي أم بتتنرفس لأنه عليها ضغوط كتير إزاي تقدر تعمل الدعم ده هو الحقيقة يعني إحنا علينا دور كأولياء أمور إن إحنا نبقى عارفين بداية تحكم في سلوك العناد عند الطفل بيبتدي منين إحنا عندنا المرحلة الطبيعية لبداية سن العناد عند الطفل تبدأ من سن 3 سنين وتستمر معي لمرحلة ما قبل المدرسة 6 أو 7 سنوات في المرحلة دي أو في السن ده بنقول إن العناد عند الطفل شيء طبيعي طب ليه الطفل بيعند هو دي بيستخدمها كوسيلة لاكتشاف العالم من حواليه فهو عايز يتحرر من تعلق الأموي وتعلق الأبوي هو أنا عايز أتحرر منهم عايز أكون شخصية مستقلة عايز أحس بذاتي واكتشف أو 3 سنين مدرحلة الاستقلالية عند الأطفال أو حب الاكتشاف بعيدا عن التعلق بوليه الأمر تبتدي من سنة 3 سنين يه وتفضل مستمرة معي بحسب تعامل وليه الأمر فيه وليه الأمر يبقى طول الوقت عايز يحوط حوالين ابنه وما يطلعهش من الدايرة اللي هو فيها طبعا ده بيعمل مشكلات سلوكية كتير فده السن اللي هو عايز يكتشف الحياة فالمفروض إن أنا بديله مساحته وحريته في كده نقطة العند هو جزء من النمو النفسي لمرحلة الطفولة المتوسطة اللي هي في سنة 3 سنين لحد سنة سنين 6 سنين عفوا العند ده فينه عين منه فيه عند بقول عليه عند إيجابي وفيه عند بقول عليه عند سلبي إيه الفرق ما بينهم هما اللي اتنين العند السلبي الولد بيقول على أي حاجة لأ بيرفض أي حاجة لمجرد لأ يعني أنا ما عنديش أي مبرر أو سبب حزب المعرضة في البيت حزب المعرضة على أي حاجة أنا يعني أنا خلقت عشان أقول لأ قبل ما تكملي اللي انت هتقولي لأ آه يعني وعلى فكرة السلوك الاستفزازي ده بيقول عليه السلوك الاستفزازي الطفل بيحب يشوفه جدا يعني خاصة مع والدته يحب يشوف والدته في حالة استثارة عطفية وفي حالة هيج عصبي تلاقي هي بتتنرفزه الولد بكل بساطة عمالية حك هو يعني دي حاجة دي حاجة بتخليه يعني يستلزب كده فاحنا بنقول برضو لولي الأمر خلي بالك ابنك بيعرف نقطة ضعفة وهو محتاج يشوف ده عشان يحس انه هو انتصر ده جزء برضو من النماء والنفسي العنادس ده العناد السلبي فيه نوع تاني من أنواع العنادس ماهو بنقول عليه العناد الإيجابي نلاقي طفل كده عنده شخصية عنده تلات سنين لكن عنده شخصية عايز يكون لنفسه شخصية هو بيقول لأ لكن عنده حجة وعنده منطق وعنده مبرر اللي هو بيعمله وعنده أسباب يعني أنا بقول لأ عشان أنا عايز الحاجة دي ماما بتقول لي ده خطر وبابا بيقول لي ما ينفعش لكن أنا عايز أجرعه وعايز أتعرض للخطر عشان أتعلم فطبعا ده لي وسائل تانية احنا بنتعامل بيها ولكن لازم أعرف علشان أقوم سلوك ابني لأنه في حاجة لتقويم السلوك عايز أعرف هو بيعند لمجرد العند ولا بيعند علشان هو فعلا عايز يكون شخصية وعايز يكتشف العالم العند لمجرد العند ده بنقول عليه هو بيعمل كده كنوع من أنواع المحاكاة أو التجربة السلبية إنه هو شايف حد طول الوقت قدامه كده لكن العند الإجابي هي سمة من سمات مرحلة يعني بيقلد الأم مثلا أو الأب أو أخوك كبير بالضبط كده أو مش شرط يكون حد قدامه بشكل مباشر لكن ممكن حاجة سمحها حاجة شافها حاجة تأثر بيها بره محيط الأسرة فهو ده سن التقليد ده سن بنقول عليه سن التجربة فحتى ممكن نلاقي أولياء أمور كتير بيشتكوا إن ابني ما كانش كده ودلوقتي بيعمل الحاجة الغلط دي هو شاف حد بره فبيقلده هو عايز يشوف ماما وبابا هيقول له إيه هل هيقول له ده غلط ولا هيقومه سلوكه هو في حاجة اسمها الحاجة إلى تقويم السلوك طب أنا دلوقتي لقيت على ابني حاجة جديدة ما كانتش موجودة المفروض إن أنا رد فعلي يبقى عامل الساي أقول له إيه أولا إحنا عندنا نقطة ربوية مهمة جدا هي تجاهل بعض السلوكيات ما قفلوش على الوحدة بالظبط كده تجاهل بعض السلوكيات ده جزء كبير جدا بنستخدمه حتى في العلاج السلوكي للسن الصغير لإن إحنا عندنا في قاعدة بتقول إن التركيز على أي شيء بيزيد من وجوده وإهماله ويضعفه بمعنى إيه لو أنا قلت للولد خلي بالك أنت عملت كده ده غلط أنا ابتديت كده أعمله ارتباط ذهني إن أوه ده أنا ركزت إن أنا عملت كده ده أنا ممكن أكون عملتها يعني أنا مش واخد بالي أو أنا عملتها كده يعني فلتة فلتة جات فلتة فأنا ابتدي أخليه يركز على سلوك سلبي فطبعا الحاجة مش من أول مرة ببتدي أعلق عليها السلوك المتكرر هو اللي ببتدي أعلق عليه يعني أعمل نفسي في كاية مرة واثنين وثلاثة بالظبط ويكون الموضوع ما يستحملش إن أنا أسكت عليه لإن في بعض الأخطاء إحنا بنقول إنه ضطف لبرده ففي بعض الأخطاء مسموح بيها دي بالنسبة لنقطة الأخطاء دور وليه الأمر باقي وليه الأمر المفروض علشان يعالج المشكلة يعرف سببها إيه الولد ممكن يكون بيعمل كده كنوع من أنواع التقليد فأنا لو جيت قلت للولد كده غلط ما تعملش كده لكن في مصدر قدامه طول الوقت بيشوفه هو بيتعلم من حاجة اسمها النمزجة النمزجة دي إنه هو يبص على حد قدامه ويبتدي قلده ويعمل زيه فأنا المفروض أشوف المصدر اللي سبب السلوك ده إيه عشان أبتدي يا إما أمنعه يا إما أتصرف أن أنا أبتدي يعلم الولد سلوكيات جديدة في حياته أو قيم ومبادئه وما كانش اتعرض لها من قبل كده لكن طبعا في كل الأحوال لازم أكون هادي وأتعامل مع الموقف بهدوء علشان خطر الولد مش هيتعدل غير بالطريقة تيه طيب الأطفال لما بتدي تكبر شوية نقول بني كان في سن 10 سنين 11 سنة ساعت بيبقى الوالد مثلا مدخن وأنا بيبتدي أدي رسالة إن إحنا التدخين حاجة مش كويس أبسط حاجة بيبتدي يقولها الطفل للأم طيب أنا بابا بيشرب سيار المفوضة الصرف السيار خاصة أن ما يكون المشكلة أو الصفة دي موجودة في النموذج قريب منه أو في النموذج الأبوي الموجود في البيت هي فكرة إنه هو يكون في مرحلة المراقة مرحلة المراقة دي من أخطر المراحل في حياة الإنسان لأن كلمة راهق بتيجي كده في الأصل بمعنى اقترب من الشيء فهو اقترب من النضج النفسي والإنفعالي والجسدي لكن هو لسه ما نضقش فهو دايما عايز يمارس سلطة التمرد دايما عايز طب ما بابا بيعمل كده زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فأنا بقول لولي الأمر أنت كده هتتحاسب على نقطة قدام ربنا في يوم من الأيام هيقول لك أنا ديتك ابنك ده علشان يكون بزرع حلوة تزرع فيه قيم وخلق وإنت ما عملتش كده فطول ما الأب عمل كده أنا بقول يعني إيه لو عايز ابنك يكون حاجة خليه شوف الحاجة دي فيك لو ما قدرتش تعمل كده هنعاني بشكل كبير جدا طبعا في وسائل تانية ممكن سلوك الابن يتقوم بيها هو إحنا عندنا ثلاث حاجات أقولهم كده سريعا عشان خطر برضو نعرف السلوك الشخصي بيتكون ازاي سواء كشرب سجير أو أي عدسة البية تانية احنا عندنا في حاجة اسمها الجينيت أو المورسات تاني حاجة اسمها التربية تالت حاجة اسمها الإرادة فإحنا لو جينا هنا في نقطة التربية هو قدامه قيمة شرب السجير دي أو قيمة التدخين دي حاجة مسموح بيها ممكن يعني أنا أعمل كده وما فيش مشكلة لأن دي قيمة من القيم الأسرية الموجودة أنا لو على دراية كاملة بالخطورة اللي ممكن تحصلي أو لو شايف بابا بيديني التوعية دي ممكن يكون بابا فعلا عايز يبطل ولكن هو محتاج حد يساعده النقطة دي برضو مهمة جدا لكن لو الأب عنده زي ما بقول كده لا مبالاة ما فيش مشكلة خالص فبالتالي الإبن عشان يبطل لازم يكون عنده نقطة الإرادة عشان يطلع مختلف عشان يطلع مختلف ودي بتكون محتاجة دعم نفسي شوية لأنه يعني معظم الحالات بتقال كده أن هي أنا بطلع زي الأسرة ما كونتني نقطة الإرادة دي بتبقى فسنة أكبر شوية طيب لو أنا ابني أو بنتي عمتا اتعرض لمثلا نقول إيه موقف جاب درجة أوليلة أو محققش حاجة كان نفسه فيه أو دولتي معظم الولاد بيلعبوا رياضة دخل بطولة خسر المفوضة أتعامل معا إزاي أو أنا أعمل إيه ده أكتر وقت أنا لازم أديله فيه دعم إيجابي ماينفعش بعد أي خسارة أو أي فقدان أنا ابتدي ألومه أو أعدبه على حاجة حتى لو هو كان مخطئ فيها أو ما أمش باللي عليه الدور الكافي اللي عليه ما أمش به أنا ماينفعش في الوقت ده هو محتاج حضني محتاج كلمة كويسة علشان خاطر دي بتعمله زي شفاء نفسي كده بعد كده يقدر يستقبل مني أي نصيحة أو أي تعليمات أنا أقدر أقولها له عشان يقومه طبعا أنا كولي أمرك أو كشخص يعني همني مصلحة ابني لازم أبحث وراء الأسباب اللي خلته ما عملش كده هل هو عمل اللي عليه لكن دي قدراته هل هو يعني أخفق بسبب يعني ممكن أقول إهمال منه في شيء محدد أنا ساعده إنه هو لأن في بعض الأولياء الأمور بيقولنا علشان خاطر بس أنا محتاج أخلي ابني يرتب أولوياته وينظم يومه ومش عارف أعمل كده فعيس حد يساعدني فدي بتبقى نقطة إيجابية جدا أن أنا أعرف السبب علشان أعالج النتيجة اللي وصلنا لها طيب أنت كده هتخليني أسألك السؤال ساعات في أمهات أو موظم الأمهات بتبقى حتى طرجة هدف المفروض ابنها يوصل له وصورة معينة أو حلم غالبا بيبقى الفشل الأم أو الأم بفتحقيه وبيبقى حاسس أن عايز يحققه في ابنه أو بنته ده المفروض أتعمل معاه إزاي هي دي رسالة نوجهها لكل وليه أمر أن النقطة دي يعني غلط جدا مش لازم ابنك يكون صورة منك إنك عنده ظروف غير اللي أنت نشأت فيها وعشت فيها عنده عقلية غير عقليتك فولي الأمر اللي عايز ابنه يكون زيه أنا بقول كده هو حطه على أول طريق الفشل لأن النقطة دي خطيرة ومهمة جدا أنا طول الوقت عايز أضغط على ابني وخليه يكون حاجة هي ممكن تكون مش مناسبة لقدراته ممكن تكون مش مناسبة للمهارات اللي عنده فأنا ببتدي كده أعجزه لأن احنا زي ما احنا عارفين إن كل إنسان ربنا حطله مقدرات معينة وربنا حطله مواهب معينة جواه أنا علي أن أكتشفها أنا لو عايزه يمشي في طريق معين أنا كده ممكن أكون بهدم قدراته الطبيعية اللي بقول إن ربنا حطها جواه بهدمها عشان أختار له طريق تاني فده طبعا خطأ جدا وبيقع فيه بعض أولياء الأمور فأتمنى أن احنا نتجنبه يصيب ابنك يختار طريق اللي هو عايزه حتى لو دمش اللي انت عايز في بعض الأحيان قد تكون رغبة ولي الأمر مقربة أنا خايفة على مصلحته أنا خايفة على مصلحته بس في الوقت يظهر نفسه خوفي ده أنا لازم أميز ما بين إن الولد فعلا هو يقدر يعمل كده بس هو محتاج تشجيع هو محتاج حد يسنده ولا أنا مختار له طريق هو مش مناسب لي فلازم أنا بعرف قدرات ابني إيه عشان أعرف إيه اللي يناسبه بتادي إحنا كلنا تفرجنا على لأن أعيش في جلباب أبي بالزبط أغا عبدالغفور البراي كان عايزة عبدالوهابي بقى معي بزبط أنا لو أم أو أب بالذاته وعندي حاجة بعملها كده أحب أن ابني يكمل من بعد بس هو في فرق ما بين يعني التنشئة السليمة والتنشئة اللي تربينا عليها على سبيل العادة إحنا تعودنا على كده أو ورسنا كده الجيل غير الجيل الطريقة غير الطريقة الحياة غير الحياة فالنا يعني حتى فيه مثل يقول أنا بربي ابني لجيل بعدي مش بربي لنفس الجيل اللي أنا فيه ليه أنا لو عايزه يطلع إنسان سليم وإنسان سوي أنا بربي لجيل تاني فأنا مش هينفع أمشي في طريق واحد وعايز نتيجة واحدة وابني مش عايز كده صعب ماينفعش يبقى كابي بست بالزبط كده نورتني أستاذ ريمون ميشيل سابت أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي بجد نورتني الله يخليكي شكرا ولادنا تربتهم شيء من سهل محتاجة مننا نحنا نبزل شوية مجهود عشان نقدر نعرف نتعامل معهم إزاي إحنا تربنا بطريقة مختلفة ما تنفعش دلوقتي إن إحنا نتعامل بنفس الطريقة هاخد الجملة اللي قالها الجميلة قوي أنا بربي ابني لجيل تاني غيري فاصل صغير قد كده راجع لكودين